يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بحضراتكم يعني طبعا أنا مدرك تماما ومتفقين يعني يش مختلفين الحمد لله أنه الأهلوية عارفين أن الأسبوع ده يمكن يكون الأهم مش على مدار الموسم يمكن على مدار كل السنين اللي فاتت يعني استعدادنا أو استقبالنا لمباراة نهاية أفريقيا يكاد يكون نفس حالة التركيز اللي عايشها الجاز الفني واللعيب أنا قلت لحضراتكم في البداية أنه اللعيب تنادي الأهلي مدركة طبعا يعني طبيعي جدا ولعيب الكرة أخذوا بالحضراتكم في المطشات وفي البطولات من النوع ده مطش نهائي أفريقيا ده بالنسبة له تحلم كبير جدا هو نفسه يعني بعيدا عن حبه التيشرت ندي وهو نفسه عايز يكتب إنجاز هو نفسه عايز يحط اسمه في التاريخ والبطولة دي بالنسبة للعيب الكرة حلم بعيد الملل فطبيعي جدا كل اللعيب يبقى مركز نهيج بقى عن فكرة الحالة اللي بيحط فيها الجهاز الفني لعبته وفرقته من تركيش شديد جدا في التدريبات والاستعدادات لكن الأهم وده اللي أنا عايز أقول له حضراتكم عشان المطش الغالي باتي كده شكله راح في سكة مفيش جمهور يعني إحنا كنا نتمنى إنه بما إنه الحدث ده مهم جدا وهيشد ويلفت أنظار العالم كله لمصر والفريقين اللي واصلين نهائي أهم بطولة في أفريقيا مصريين إنه يكون في حضور جماهيري ولو بسيط بس شكلها كده مفيهاش جمهور في جميع الأحوال اللي بطلبه من جماهير النادي الأهلي في الأيام المتبقية البسيطة جدا دي هو الدعم وتأكدوا تماما إنه صدقهم دايما واصل يعني أي شكل من أشكال الدعم وخصوصا على السوشيال ميديا وخصوصا على صفحاتنا صدقهم واصل لعابة النادي الأهلي إحنا في مرحلة في منتهى الأهمية كلمنا على التركيز وكلمنا على درجة الاستعداد اللي بتأكيد فيه أعلى حالتها وصلنا للمرحلة القصوى وبالتالي إحنا محتاجين داي سارة من جمهورنا دي الأهلي